يعني انا خلاص يا دكتور مش هقدر اشوف ابني مرة تانية يعني انا خلاص بقيت اعمى ومش هقدر اشوف اي حاجة رامس جلال بيصرخ بسبب دخول مادة حاركة في عينه كان بيبكي وبيجري حوالين نفسه وتحس انه عامل زي العيال بس ما كانش حد قادر يسيطر عليه والظاهر ان الوجع كان صعب جدا جدا لكن كل الناس اللي حواليه افتكروا بيعمل فيهم مقلب ما هو رامس جلال متعود بالمقالب حتى اللي حواليه توقعوا انه هو بيشتغلهم زي ما كانوا متعودين بس للحظة كده في واحد خد باله وقال مستحيل يكون فيه هزار بالشكل ده معقولة واحد يهزر يكون بيصرخ قوي كده لا ده الموضوع واضح انه جد وفيه حاجة واخدوه وراحوا على المستشفى والدكتور بدأ يهديه وبعد نص ساعة الوجع بدأ يهدى حبة حبة لكن هو برضو مش قادر يبقى مرتاح وجات اللحظة ان هو يفتح عينه بعد ما الأطباء عمله اللازم لكن لما فتح عينه رامس شايف سواد مش قادر يفرق بين أي ألوان ولا أي حاجة الحياة قدامه سودة رجع يصرخ مرة تانية ويقول للدكاترة انتوا عملتوا ايه انتوا ما عملتوش حاجة أنا عايز أشوف مرة تانية أنا مش شايف غير سواد بعد كده للدكاترة أدركوا ان الموضوع في كارسة وفي حاجة صعبة جدا جدا حصلت لعيون رامس جلال الموضوع مش بس شوية قطرة هنحطهم وخلاص لأ ده عملوا إشاعات عشان يشوفوا الموضوع واصل لفين المشكلة بعد ما عملوا اللازم الدكاترة قالوا انه بيعاني من عمى جزئي وان ده بسبب مادة حرقة دخلت في عينه لانه كان بيحضر لبرنامج المقالب اللي هيعمله في رمضان اللي جاي وهو بيعمل حاجات فيها خطورة شوية فده أثر ان في مادة من المواد اللي بيستعملوها دخلت جوا عينه رامز انهار جدا جدا لما سمع الكلام ده وكان أكتر حاجة فرق معاه وترددت على لسانه هو أنا مش هقدر أشوف ابني مرة تانية خلاص أنا بقيت أعمى الكلمة دي تأثرت على قلوب كل اللي كانوا حوالي اللي سمعوك حاولوا يهدوا والدكاترة كمان قالوا له يا ريت ما تبكيش لأن ده هيخلي الموضوع أصعب كتير اه ده يا رامز ما فيش حاجة وإن شاء الله كل حاجة هتعدي بسلام الموضوع ما كانش سهل أبدا لما رامز راح المستشفى لكن الأطباء قالوا كويس انك جيت على المستشفى على طول وما حدش فضل يفتي ويحط لك حاجات غلط في عينيك لكن عارفين اللي زود الوجع على رامز كان إيه؟ إنه حطه مية على عينه زي عادة أي حد لما عينه بتحرقه بيجري يحط مية على عينه الحرقان كان شديد جدا وده كان غلط لأن المادة اللي كانت في عينيه تفعلت مع المية ووصلت لحد صعب جدا جدا أثر على نظره تاني يوم رامز راح تاني وتعالج لكن عينه لتنين عليهم شاش هو روح بيته بعد ما تعالج لكن عيونه عليهم شاش أبيض وكمان ممنوع يتشال غير بعد أسبوع أخوه لما عارف الكلام ده وكان متواجد معاه طبعا ياسر جلال انهار جدا وبكى بكاء شديد جدا على أخوه وقال له مش هخليه يعمل برامج تاني حتى لو هكبره بالقوة أهم حاجة أخويا ونظره ومش مهم مقالب يا ترى الموضوع رامز لحد الآن ما طلعش علق عليه يا ترى دا فيك وبس ترينت علشان فيلمه اللي هيجي قريب خصوصا إنه محدش بيفتك الرامز إلا في رمضان فحايز يعمل ترينت علشان الفيلم بتاعه يتشاف يا ترى فعلا ولا هو فعلا صاب بالعمل